بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقّت محبتي للمتحابين فيه وحقّت محبتي للمتواصلين فيه وحقّت محبتي للمتناصحين فيه وحقّت محبتي للمتباذلين فيه ولكن بقى في آخر الحديث المتحابون فيه على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء سبحان الله الحب في الله ان انت بتحب الصالحين تحبهم لماذا لانهم قريبين من الله عز وجل تحبهم لصلاحهم تحبهم انهم ينفعون الناس يقربهم من الله سبحانه وتعالى بتحبهم هذا هو الحب في الله والحب في الله الحقيقة يؤدي الى محبة الله لك لان في حديث ثاني لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموا وتحببتم افشوا السلام بينكم حسنا مهم جدا يعني لن يتحقق الإمام في قلوبنا الا بانتشار الحب والسلام بيننا الاساس هو المحبة بعض الناس فهم الاسلام غلط الاسلام يتعلم في دين الحب ودين التواصل ودين الرحمة ودين سلة الارحام وبر الوالدين والاحسان الى الجار والاحسان الى الضيوف والاحسان الى الناس وابتسامتك في وجه اكريك صدقة المحب في الله عز وجل لو اجرى عز وجل اول حاجة ان الله عز وجل يحبك حقت محبتي المتحبين فيه يبقى هو ربنا عز وجل يحبك متحب لله لانه صالح بهذه المحبة سيحبك الله عز وجل والامر الاخر انها اعلى الدرجات المتحبون فيه على منابر النور يوم القيامة يقفون على منابر النور يغبطهم يحسدهم من النبيين والصدقين والشهداء ده النبيين والصدقين والشهداء دي اعلى الدرجات عند الله عز وجل في الجهنة يحسدون هؤلاء المتحبون في الله وهم على منابر من نور طبعا يدل على ان المحبة في الله دي لها فضل عظيم جدا جدا تحب انسان لصلاحه وتقرب اليه فانك سوف تزداد منه ايمانا وربنا عز وجل سيقوي ايمانك بمحبتك له وبتواصلك معه لان العادات بتعدي لما تصاحب اهل الفسق هتكون فاسق بس لهم ولما تصاحب اهل الصلاح وتحبه وتقرب اليهم سوف يدلك على الخير وسوف يقوونك في طاعة الله سبحانه وتعالى وايضا الشفاعة الصالحين لهم شفاعة يوم القيامة كما ورد في العسر وهم في الجنة الصالحين في الجنة بيتفقدوا انفسهم فيرى صديق يسألون عنه فيقال انه في النار فيذهبون ناحية النار ويقولون يا ربي نريد شفاعة لفلان فالربنا عز وجل يقول اخرجوا من كان في قلبه مسقال وحبة خردا بايمان شفاعتنا لو قال الصالحين فيخرجوا من النار ولذلك اهل النار يقول ايه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يبقى لهم شفاعة ولذلك جاء رجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ماذا عددت لها قال ليس شيء الا انني احب الله واحب رسوله فقال له صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب انت مع من احببت احببت الفاسدين والفاسقين واهل المعاصي وانت معهم وتعيش معهم وتلازل معهم انت معهم في النار لا محالة تحب الصالحين وتعاشرهم وتعيشهم وتتقوى بهم وتسمع عليهم وتحبهم فإن لهم شفاع يوم القيامة سيشفعون لك اشوف الامام الشفعي في نظر الناس نظر التقصير ازاي هذه العبودية رغم ان هو الامام الشفعي له من الطقوة والورع مجال عظيم جدا هو العالم المتعلم الفقية الورع الصالح يقول احب الصالحين ونست منهم لا انت منهم الشفعي وارجو بصحبتهم شفاعة يعني انا بصحبهم لي عشان يشفعون لي يوم القيامة واكره من تجارته المعاصي وان كنا سواء في البضاعة انا معكم في المعاصي لا طبعا يشوف نظر لابد ان ينظر الانسان بالتقصير فرد عليه تلميذ الامام ابن الحمبل وقال تحب الصالحين وانت منهم رفيق القوم يلحق بالجماعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة وقد قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم انهم المتحبين بقى في الله بيكونوا في ظل الله عز وجل يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله منهم بقى وارجو لانتحابة في الله اجتمع عليه وافترق عليه تجمع الله صلى الله عليه حبا فيه وافترقهم يعني فرقهم الموت او فرقهم السفر يبقى هم مسلمين امرهم الله عز وجل اجتمعوا عليه بالحب والمحبة وافترقوا عليه مثل ما قدر الله لهم ثم أهم حاجة بها الصحبة في الجنة هؤلاء المتحبين في الله الذين كانوا يصلون مع بعض ويحجون مع بعض ويقرؤون القرآن مع بعض ويتعاونون في الخير مع بعض ويجاهدون في سبيل الله مع بعض ويدفعون بالباطل مع بعض ويرفعون كلمة الله عز وجل مع بعض ويؤزون في كلمة الله مع بعض هؤلاء يكونوا صحبتهم في الجنة إن شاء الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم